كرعة كأس العالم لكرة القدم لمبطوري الأطراف تركيا 2022 في مدينة اسطنبول التركية بمشاركة منتخبين عربيين المنتخب العراقي والمنتخب المغربي كل التوفيق لمنتخباتنا العربية المغرب والعراق في كأس العالم لكرة القدم لمبطوري الأطراف في تركيا في اسطنبول في الفترة من 30 سبتمبر 2022 30 9 2022 وحتى 9 أكتوبر 2022 9 10 2022 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام أهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن أرعة كأس العالم لمبطوري الأطراف لكن أتمنى تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان تتابعوا معنا كل جديد وآخر أخبار منتخب المغرب ومنتخب العراق في كأس العالم لكرة القدم لمبطوري الأطراف تم تقسيم المجموعات 24 منتخب إلى 6 مجموعات وتمت الأرعة منذ فترة وأسفرت الأرعة عن الآتي المجموعة الأولى تضم تركيا وهيتي وفرنسا وليباريا طبعا تركيا هي المستضيف المجموعة الثانية تضم كل من المكسيك واليابان كولومبيا وألمانيا المجموعة الثالثة تضم كل من إنجلترا والأرجنتين وأمريكا وأندونيسيا المجموعة الرابعة تضم كل من البرازيل وأيرلندا وإيران والمغرب المجموعة الخامسة تضم كل من بولندا وأسبانيا وأسباكستان وتنزانيا المجموعة السادسة تضم كل من أنجولا وإيطاليا وأورجوي والعراق المنتخب العراقي والمنتخب المغربي في إن شاء الله مشاركة مشرفة لمبطوري الأطراف إن شاء الله نتكلم عنهم ونديهم حقهم طبعا مظلومين إعلاميا يعني يا جماعة الدنيا جاي عليهم بالنسبة للعاقة في الأطراف فإحنا لازم نشجعهم في الرياضة اللي بيلعبوها وبيحبوها وبيمثلوا بلادهم وبيشرفونا إن شاء الله في كأس العالم منتخب المغرب ومنتخب العراق لابد علينا إن احنا نشجعهم لابد إن كل الصفحات الرياضية والقنوات الرياضية تتكلم عن منتخب العراق لمبطوري الأطراف ومنتخب المغرب لمبطوري الأطراف ونعطيهم حقهم ونبرز إنجازاتهم ونقول كل إن شاء الله الدعم لهم في كأس العالم لمبطوري الأطراف في تركيا 2022 في الفترة من 39 إلى بإذن الله 19-2022 النهاردة اليوم في مباراة ودية ما بين المنتخب العراقي والمتخب المغربي استعداداً وآخر استعدادات المنتخبين قبل الزهاب إلى تركيا والمشاركة في كأس العالم لمبطوري الأطراف مباراة العراق والمغرب إن شاء الله النهاردة ودياً نتمنى لهم التوفيق في كأس العالم قلوناً رأيكم في مجموعة المنتخب المغربي اللي بتضم كل من البرازيل وإرلندا وإيران هل يستطيع المنتخب المغربي الوصول من هذه المجموعة؟ وأيضاً المنتخب العراقي اللي في المجموعة السادسة بجانب كل من إيطاليا وأوروكوي وأنجولا حاملة اللقب ما تنسوش في آخر الفيديو لايك والاشتراك وكلمة طيبة تشجيعية لهؤلاء الأبطال مبطوري الأطراف من المغرب والعراق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته